صباح الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وحشتون كتير وكل متابعي قناة كل متابعين برنامج بيت أميرة يا رب تكونوا في خير دايما وإن شاء الله بإذن الله موسم جديد وحلقات متواصلة زي ما عودتكم دايما حلقات قوية جدا وإن شاء الله يبقى موسم جديد وكلكم بخير وسعادة يا رب الله ما أمين النهاردة الموسم جديد بقى معنا الشيف بجد محبوبة جدا الشيف حبيبتي الشيف نجلاء موسى إزايك منورانا والله في بيت أميرة تاني حلقات لها بس بجد دلوقتي بقى بقت سفتة معينا إن شاء الله تبقى حلقات جميلة زي ما عودتنا إن شاء الله وهتأكدنا بيدي يا جماعة أنا بجد نفسي أدوها النهاردة هنأكل ونقول تسلم يديكي من حالا أول حاجة هنقول سلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله النهاردة أنا معكم هعمل لكم إن شاء الله بيتزا النهاردة وإن شاء الله هكون مع الأستاذة أميرة بعد كده في الموسم بتاعها ودعوات كلين يا رب إن شاء الله عايزين المكونات برضو كتنزل على الشاشة علشان نظهرها تمام قول المكونات المكونات أنا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم بيتزا هعمل لكم بيتزا عادية جدا بسيطة ومكوناتها سهلة وفي كل بيت وبسيطة جدا معايا كلو دقيق تمام معايا كلو دقيق ومعايا طماطم وزاتون أسود وفلفل ألوان اللي عايز يحط حرق براحته ومعايا هنا جبنا مرزرلا وجبنا شيدر ومعايا بقى هنا البهارات بتاعتي أهم حاجة هنحط إيه بقى في العجينة هنحط فيها ملح طبعا وهنحط فيها خميرة مع لقتين خميرة لكل كيلو دقيق وهنحط توم بودرة وبصل بودرة وهنحط طبعا ملح وهحط كمان مع لقتين لبن بودرة وهحط كمان مع لقتين سكر والتكاية بتاعتي أنا بقى أنا بحط فيها توم بودر وبصل بودر وكمان زعتر بودر دي تكاية بتاعتي بقى ساعتها بقى بتبقى نفسها كده العجينة جميلة قوي وكمان الصلصة بقى بتاعتها كمان بحط برضك نفس الحكاية طبعا بنعمل لها التسبيكة بتاعتها التومة طبعا الفرش والطماطم طبعا في البيت انتو هتعملوا طماطم فرش طبعا انا هنا جايبة بس صلصة عادي عشان الوقت وعندي توم برضو بودر وبصل بودر وزعتر كمان وعندي شوية سكر عشان الغضادة بتاعت الطماطم وطبعا الملح وفلفل اصمر وبس والبيتزا طبعا نسيت اقول لكم كمان هنحط ربع كوباية زيت عليها وبضايا ومية بقى للعجن تقريبا يعني تقريبا الكلو كده بياخد كوبايتين من اللي هو كوبايتين مية بتاع الشرب يعني تمام انا بقى عشان خاطر الوقت والهنا الوقت مش هينفع عشان الخميرة احنا في الشتاء ولازم المعجنات بقى لازم ترتاح شوية وتخمر عشان الوقت يعني انا جايبة معاي عجينة جهزة هتشكلها بقى معاكم دلوقتي انا معايا الدقيقة هوت ومعايا الخطوات انا معايا دقيقة اهو هنخله تمام اهو تنخلي برضا في دقيقة مهما تكون ان انتي مثلا حاسة ان هو نضيف يا وسيدة اميرة هتكوني مثلا حاسة ان جايبة من حد كويس وديق انه ضيفه لازم تنخليه لازم تنخليه هنسيبك ومعايا بقى ومعايا بقى طيب مع الضيوف هنحييهم برضو كنت تحييهم بتابعي كمان اهلا وسلم باستاذ مروان والاستاذ عمر نورتونا النهاردة وشرفتونا ويا رب ان شاء الله تكون حلقة كده جامدة كده ان شاء الله وتكون حلقة ربنا يبارك دايما بنقول ان المسرح ابو الفنون وهو ماسه يسعى اليه الجميع ويساهم في اكتشاف المواهب وفيما كلها مهمة جدا بتقول اعطيني مسرح اعطيك شعبا مثقفا وعظيما لم تأتي عبسا فهي نابعة من اهمية المسرح ومن ابرز النجوم من خلال المسرح وثبتوا انفسهم المخرج المسرحي متعدد المواهب الاستاذ مروان نور اهلا وسلم بحضرتك نورتنا في بيت اميرة والموثل المحترف عمر بكري اهلا بحضرتك نورتنا اهلا بحضرتك نورتونا وشرفتونا وبجد الفقرة بتاعت نجوم من المسرح الحر جميلة جدا ان شاء الله تبقى فقرة خفيفة كده تزيل نعرف الناس بكم اكتر اه ممكن استاذ مروان انا اسمي مروان نور تمام ممثل من 2009 اه بقالي في المجالة هو تقريبا داخلها على 12 سنة في المسرح في المسرح اه مجال المسرح تمام عملت بالضبط اربعين مسرحية ما شاء الله كتمثيل بدأت اخرج اواخر 2017 اخرجت اربع عروض اه وبجهز في ثلاثة حالين خلاص تمام اه عايزين برضك من استاذ عمري ترى دي موهبة ولا ولا دراسة والله حضرتك هي موهبة تمام لان هي كانت بمحد الصدفة اه كانت اكتشاف لان اه استاذ مران نور كنا احنا عاديين في مرة كان نزل لات فيديو تريند على الفيسبوك كنت انا اطلع فيه بقول الصيحة بتاعت احمد المنسي الله يرحمه اه اه الله يرحمه ف خدوة للناس كلها والله يعني الله يعني الله يرحمه وفعلا توفى بس الذكراء لسه موجودة وفالدة بالنسبة والفيديو طلع تريند جامد فاستاذ مران نور قاعد يدور علي فترة كبيرة لغاية ملقاني وقال لي انا عايزك معي في المسرحية لأ ما شاء الله اه استاذنا بقى استاذ مران اه عند سؤال كده غريب يعني هل النص هو الذي يستدعى المخرج ام المخرج هو الذي يستدعى النص يعني هي ليه علاقة ببعض بمعنى ايه ان وارد النص هو اللي يستدعى المخرج النص شدني النص اه اجبرني او او اغراني خلى النص مستفز نص خلاني انا عايز اعمله اه فبضطر ان انا عمله فيه نصوص تانية اه وارد انها تكون عادية جدا لكن انا شايف انا اه رؤية اخراجية معينة او منهج معين انا عايز اطبقه في النص ده لاجل رسالة معينة عايزة برزها فبختر النص بتختار ادورك ازاي يعني اه يعني ممكن دور يجيلك لا مش عاجبني بتختاره على اساس اي اي اساس اولا ما انا كاميراون ما بحبش اكرر دوري اه احب اعمل الادور مختلفة عن بعضها حتى لو الدور فيه تشابه شوية اه احاول ان انا عمله بطرية تانية خالص اه بطرية صالح اه بالنسبة اه كمصر بالنسبة للاخراج استاذ محمد صبحي طبعا تمام احنا معنا صور برضك لأعمالكم هتتعرض حالا على الشاشة استاذ عمر عايز اعرف برضك على اعمالك اللي قدمتها في المسرح خليلي الفترة بتاعتك اه والله احرارتك دخلت على خمس مسرحيات مجرد اه قدمت اول مسرحية كانت ديستوبيا كان اخراج مروان نور اه كان عندي بعد كده اه سحري اوت كانت اخراج برضه استاذ مروان نور وكان من الكاتب مصطفى عمر اه بعد كده عملنا نجمة الياس وليلة من الف ليلة وليلة اخرج استاذ احمد مندوح و في شخصية من دول اصطرت فيك فعلا يعني والله حضرتك هو من ناحية الشخصيات فانا مسميني في المجال بتاعي سفير جوهنم لا اله الا الله ليه كده لان انا الشخصيات اللي بلعبها كلها اه يمكن شبه بعض بس انا بطيقن ان انا اطلع كل شخصيات منهم بكاركتر مش عايز اقرر الكاركتر بتاعي مهما كانت الشخصية الرؤيبة ان اول شخصية كانت ابليس بعد كده مسيخ دجال بعد كده كان شيطاني دكتور ممسوس ابن ابليس كل ده كل شخصية كانت بكاركتر مختلف الجمه وتفرجوا يشهدوا استاذ مروان برضو يشهد على الحقار ده اه طب الاستاذ مروان بقى عايزين بتحب التمثيل ولا بتحب الاخراج لا التمثيل طبعا التمثيل متعة متعة خاصة اه انك تركب المسرح لوحدك او او في وسط الكرو بتاعك او الكست بتاعك قدام الجمهور دي دي بتبقى اهم واسعد لحظات في حياتي كلها طب ايه اللي ميز المسرح عن غيره احنا دايما بنقول المسرح جميل جدا وكل حق بس يعني تمسكك بالمسرح بس ما دورتش على اعمال تانية بحيث ان انت تعمل اعمال تلفزيون او كده انا بحب التنوع لكن المسرح بالذات محدش يدري يبيد عنه متعة متعة خاصة اصعب مجال فني هو التمثيل المسرحي او مجال المسرح في العموم لانك لايف فعلا على الهواء يعني زينا كده دلوقتي هو فعلا ببقى متعب جدا بالزبط طب عايزين نتعرف من استاذ عمر برضك يعني هل في اختلاف بين التمثيل المسرحي والتمثيل من خلال التلفزيون بالنسبة لك انت؟ طبعا طبعا في اختلاف كبير حضرتك بنبقاعدين العمل المسرحي بنبقاعدين قدام الناس لايف الغلطة من نكفورة او معنا صحيح احنا بنقول بلاك هنقف اللقطة دي ان شاء الله خالص التلفزيون احنا ممكن نعيد ونزيد نعيد ونزيد يعني عادي مش هيحصل حاجة لو وعدنا وزيدنا وغلطنا لكن العمل المسرح اصعب كتير نفسك في ايه بقى في 2021 يعني وايه اللي بتقدمه جديد عايز اتعرف اكتر على الحاجات اللي هتتعرض في حاجات لرمضان مثلا؟ والله يا وحضرتك رمضان لا خلص احنا الشغل بتاع المسرح في رمضان بيبقى صعب بس ان شاء الله لا مش شغل كتقديم حاجة تتقدم في رمضان لا برضو بيبقى صعب اه بيبقى صعب لالنسب اعيد بقى او حاجة زي كده صح ممكن يبقى عليك بس عشان كورونا يا جماعة ربنا يسرى ربنا يسرى ان شاء الله يا رب الله مأمين هو الاعمال اللي جاية كلها كويسة ان شاء الله وفي 2021 نفسي اكمل الاعمال دي ونجبر اكتر واكتر ان شاء الله لان فعلا في المجال اللي انا دخلته احنا بنتعب جامد فيه بالذات ان احنا كمسرح شباب كله شباب كله شباب ربنا يدوك الصحة دايما يا رب ونسمع عنكم سمع خير عايزة الاستاذ مرون من خلال تعاملك كده في المجال بتواجه اكيد صعوبات اكيد عرفنا اكتر ايه الصعوبات اللي بتواجه من خلال المسرح الصعوبات اللي بواجهها اولا بكون امكانيات احنا زي ما بنقوله او المدرسة اللي اتبعها جروتوفيسكي هي المسرح الفقير دي يعتبر اغلب الفرق المستقلة او فرق المسرح الحر بتتبعها احنا امكانياتنا بتكون محدودة شوي بنعتمد اغلب الوقت على الانتاج الذاتي او على انتاج بعض الاشخاص من الفريق وفي ناس ما بتقدرش تساهم في الانتاج الذاتي فدي ممكن من اكبر الصعوبات غير كده المنافسة المنافسة في السوق فرق كتير على الساحة خصوصا في المصرح الحر وما ليه سموه حر لان بتقدم اللي انت عايزه بتقدم اللي انا عايزه وكمان مفتوح للجميع في حاليا في مصر ما لا يقل عن اكتر من خمس تلاف فريق فان الواحد يثبت نفسه في وسط كل دول ده كان حاجة صعبة وهيفضل حاجة صعبة طب الناس بتحاول تهدم الطموح ايه رأيت في الكلام ده ده اكيد ما فيش وحصل اكيد معاك حاجات من دي ما فيش الحمد لله يعني بفضل الله ما فيش ما فيش انسان ناجح بيخلى من منافسين او اعداء بس انا يعني بتمنى ان المنافسين وارد انهم يعرضوني للنغض نغض بناء ساعتها اتقبل لكن الهجوم بلا سبب وهدم للنجاحات اللي اللي واحد الحمد لله وصلها في وقت قصير كانت حاجة حزنانة يعني والله ان شاء الله ربنا معاكم ومن تقدم بتقدم امين يا رب انت شرفتونا النهاردة ونورتونا نفسيكم تقولوا حاجة شكر الحد مثلا والله انا عايز اشكر الفريق كله واحد واحد بس يعني باذن الله العرض الجاي او بأمر الله وانصور العرض ونعرضه معنا في بيت اميرة ان شاء الله باذن الله واتمنى لكم كل خير ربنا يا خليل ان شاء الله الفقرة دي تعجبتني جدا ومبسوطة جدا انما موجودة معاكم كمان اه ان شاء الله نشوف بقى البيتزة علشان نأكلكم اه انا جوعت بصراحة اه يعني الريحة بقى كمان نشوف بقى اه انا هنا بقى شكلت البيتزة بتاعتي عملت كمان مني بيتزة الحجم الصغير ده وهعمل بقى بيتزة يعني ايه كل واحد ياخد واحدة وخلاص وبس عايزيني هارب بقى عملت ايه التفاصيل والتاكات بتاعتك طبعا انا كنت عاملة نسخة تانية عجينة اهيت عشان ان كان لازم ترتاح وتخمر كويس معي اه الكاميرا تقرب شوية كده اه ياريت الكاميرا بس تجيب تجيب الشغل اللي انا بعمله ده ممكن هو كده اخرها كده طيب العجينة اهي خمرانة معي ومرتاحة اهي اه لازم العجينة تتعجن كويس تتخدم كويس لازم يكون ملمسها كده ناعم وما يكونش فيها اي تخروزة وطيع اه ولازم انبقى بعد ما تعجنيها كويس قوي لازم تتركن ترتاح شوية يعني لازم يعني يساعد لربع ساعة برحيطها يعني ترتاح حسب الجو اللي هي محطوطة فيه كمم انا بقى بشكلها بقى زي ما انا عايزة عايزها بقى اعملها كده صغيرة زي ما انا بقى اعملها كده كمم اهي زي القرصة الصغيرة دي كده تنفع بقى في اعياد الميلاد وتنفع كويس جده الاطفال بقى يبو حبينها ودي بقى هعملها صانية كبيرة اه تمام بتفردها بتتفرد معاك ولا بتتفرد بسهولة المفروض مادم انت مريحيها تتفرد معاك بكل صهولة تمام عندك بقى انا الشاب بقى او بتفردي بها بتساعدك ماشي بايدك ماشي بتفردي على زيت او بتفردي على دقيق سميت بيساعدك برضو تفردي يعني تمام بس كده بعد كده بقى ان شاء الله اهو انا هحطها بقى في الصانية هنا بس هنحط شوية زيت الاول في الصانية عشان ما تمسكش فيها او كده عشان ما تلزعش تمام هنمسحها كده بمسحة منديل او لو عندك في البيت بقى فرشة تمام اهو كده تمام هنحطها بقى كده في الصانية انا لسه بكمل يعني لسه مخلصتش طب خلصي بقى برحتك تمام كده الفقرة بتاعتنا خلصت مع الاسدزة نورتونا وشرفتونا تاني وان شاء الله نشوفكو على خير واصل ونواصل بإذن الله في الفقرة جديدة من ثبت امير